موسيقى موسيقى بسم الأب والإبن والرحة القدسة لله الواحد أمين خرسوسا نستي أليسوسا نستي خرسوسا فطنف خنقوم اسمي أفطنف المسيح قام بالحقيقة قد قام بهنيكم بعيد القيامة المجيد اللي هو عيد أعيادنا وفرح أفرحنا وبهجة حياتنا والحقيقة عيد القيامة يأتي بعد السوم الطويل السوم الخمسة وخمسين يوم وينتهي السوم بفترة أسبوع الألام الفترة الدسمة بالسلوات والأصوام والتضرعات ثم يأتي يوم الجمعة العظيمة جود فريدي ونقول وياه مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا ثم يأتي يوم الأحد يوم النور يوم نور شمس البر وقيامة السيد المسيح من بين الأموات عايز أكلمك عن ثلاث مراحل أو ثلاث مشاهد في هذه القيامة المشهد الأول مشهد الخروج من القبر طبعا كل مشهد من المشاهد له الحقيقة التاريخية لكن له أيضا المعاني الرمزية والمعاني الروحية والتأملية فيه السيد المسيح قام بقوة لهوتو وخرج من القبر ولم يكن للموت سلطان علي وقيامة السيد المسيح وهبها للجميع يعني هذه القيامة نسميه البكر بهذه القيامة البكر وهبت لكل إنسان يؤمن بالصليب ويعيش وينال نصيبه في خلاص وفي فداء دم ربنا يسوع المسيح كلمة الخروج من القبر بالمعنى الرمزي هي الخروج من قبر الشهوات قبر الخطايا فالخطيئة مثل القبر ولما نقرأ في رسالة معلمنا بولوس الرسول أفاسوس إلى أهل أفاسوس إصحاح خمسة عدد أربعتاشر يقول كده قم استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح طبعا قم من الأموات يعني قم من قبر الشهوة قبر الخطيئة ودائما الخطيئة اللي بتوجه الإنسان في كل زمان لها وجه لطيف وهذا الوجه اللطيف مخادع من بره بس وجه جزاب لكن في نفس الوقت الخطيئة لها وجه شرس ومفترس بالنسبة للإنسان والإنسان بقوة القيامة يقول كده أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هوي يبقى المشهد الأول خروج من القبر من قبر الشهوات المشهد الثاني بعد مخرج من القبر ارتفاع نحو السماء حشان كده زهر السيد المسيح زهرات عدة يوم القيامة في الصباح وفي المساء وأيضا عبر الأربعين يوم لغاية احتفالنا بعيد الصعود المجيد المشهد الثاني ارتفاع نحو السماء بمعنى إن الإنسان في قيامة السيد المسيح طبعا ده كان ضد الجاذبية الأرضية والأرض ملهاش تأثير والإنسان ابتدى يسمه السيد المسيح في قيامته فيش حاجة عوقته عطلته لا أكفان ولا ظلام ولا خوف ولا حجر كبير ولا أي شيء ده يعني أن الإنسان مش بس يسيب الخطيئة يترك الخطيئة لكن ينبغي أن يشتاق يشتاق إلى فوق القديس بولوس الرسول قال تعبير جميل أوي ليه اجتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا هذا الاشتياق على الأرض إنسان يبقى عنده باستمرار فضيلة الحنين للأبدين يبقى المشهد الأول أترك القبر الخطايا المشهد الثاني أشتاق للسمائيات وتزوق حلاوة السماء وتفهات الأرض قدامي ترخص ويكون إنسان عنده الحياة الروحية والإحساس الروحي المتضافة كل يوم ينظر إلى السماء يمكن ده يفكرنا في كل قداس نقول كده أيها الجلوس قفوا وإلى الشرق انظروا وده المعنى الجميل في المشهد الثاني ارتفاع نحو السماء مشهد الثالث مشهد لطيف خالص إن السيد المسيح لما قام من بين الأموات ظهر زي ما قلت عدة مرات وفي مرة من المرات ظهر لتلميزي عمواس في نفس مساء يوم القيامة لؤة وكلوباس ماشيين في الطريق لكن لم يدركوا المسيح القائم لكن بعد أن تركهم بعد أن كسر الخمز قالوا تعبير جميل أوي قالوا ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا يعني كنا حاسين بمشاعر معينة موجودة في قلبنا في حضور المسيح بس مش عارفين نعبر عليها مش عارفين نوصفها المشهد الثالث ده بيحكي أن الإنسان الذي تزوق القيامة فترك الخطيئة فاشتق للسماويات ثم انطلق لكي ما يفرح كل إنسان بهذه القيامة اللي احنا بسميها بقى عمل الخدمة وعمل الكرازة الفرح يسكن في قلبه وهذا الفرح يدفعه لكي ما ينقله لكل إنسان وتقرأ وياي في إنجيل معلمنا يوحنة في إنجيل أداس القيامة ففرح التلاميذ ازرقوا الرب مجرد رؤية المسيح القائم كانت سبب فرح للإنسان عشان كده بيبتدي الإنسان ينقل هذا الفرح ويعبر عليه لكل واحد واحد يعبر عليه بإنه يقدم وقت واحد يعبر عليه إنه يقدم جهد واحد يعبر إنه يقدم فكر واحد إنه يقدم مال واحد يقدم رؤية للعمل والخدمة والكرازة واحد يقدم تعب وكل هذه مظاهر لفرحة الإنسان بقيامة ربنا يسوع المسيح أنا عايز أذكر قدامك إن كلمة الموتى لا تعني الذين فارقت الروح أجسادهم ولكن الموتى لها معاني مهمة في حدثنا عن القيامة يعني مثلا في واحد ميت في الفكر فكره ميت أقرب مثال بسرعة كده مثال شاول الترسوسي شاول الترسوسي كان إنسان يعتقد أن ما يصنعه هو خدمة لله ولكن في لحظة معينة عندما ظهر له السيد المسيح في طريق دمشق اكتشف أن دي مش الطريق الصحيح وظهر له السيد المسيح وكانت النتيجة أنه قدام المسيح وقال له ماذا تريد يا رب أن أفعل عايزني أعمل إيه فشاول قام وتحول وتغير من شاول الترسوسي إلى بولوس الرسول وشوف بقى بولوس الرسول في انطلاقه للخدمة وللعمل وللنشاط وكعملاق للكرازة في نوع آخر من الأموات أموات في الروح يعني هو عايش ومعروف ورايحه جاي لكن هو ميت في روحه إنسان مثل زكا كان يشعر أن سعادته في المال فقط وهذه هي كل حياته لكن عندما تقابل مع المسيح قام من موت ومن قبر هذا المال الذي كان يقيده وقام وابتدى يشوف رؤية جديدة أول حاجة عملها نصف أمواله للمساكين تاني شيء إن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف وقام شاول وتحول من إنسان خاطئ جشع إلى إنسان قديس ومبشر باسم المسيح نوع ثالث من الأموات وطبعا فيه أنواع كتيرة أكتفي بثلاث أنواع إنسان أموات في القلب قلتلك في الفكر قلتلك في الروح قلتلك في القلب قلب ميت ما فيه شعور ولا إحساس بخطاياه أقرب مثال مريم المجدلي كانت إنسانة خاطئة في شوارع أوروشاليم وهذه الإنسانة احتلها عدو الخير الشيطان ولكن عندما تقابلت مع السيد المسيح تحولت إلى إنسانة قديسة ومبشرة ونقلت أخبار القيامة كأول إنسان ينقل أخبار قيامة ربنا يسوع المسيح آمت وتحول خلاصة الأمر أن عيد القيامة هو فرصة لكما يقوم الإنسان من أي شيء يقيده عيد القيامة فرصة فرصة فرح وزي ما بنعرف كلنا أن عيد القيامة بنحتفل بيه لمدة خمسين يوم والخمسين يوم دول بنعتبرهم خمسين يوم صنديز خمسين يوم حد فهو فرح أفرحنا وبهجتنا وسرورنا ونعيش في فكر القيامة في كل يوم في الصباح لما نصلي صلاة باكر فكر القيامة في كل أسبوع في يوم الحد هذا هو اليوم الذي صنعه الرب وفي كل شهر في يوم تسع وعشرين من الشهر تسكار للقيامة وفي كل سنة في فترة الخمسين المقدسة خرسوسا نستي أبي سوسا نستي